فالمسلمون على مدى التاريخ الله تعالى يمدحهم المسلم إذن هو من أقر في زماننا بعد بعثة سيدنا النبي لا يعد مسلما ولن يكون ناجيا إلا من شهد بهذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسوله بقوله كامدة بوضوح ده دين عقيدة أولادنا لازم يفهمه كده من لم يكرر بوحدانية الله ونبوة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو ليس بمؤمن وليس بمسلم وليس ناجيا بنتألع على الله لا هربنا اللي علمنا كده له من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجن لا نفرق بينه أحد من رسله فنؤمن بزيدنا محمد طب من لم يؤمن برسول الله أولئك هم الكافرون حقا ده كده قال لنا في صورة النساء واضحة فانتبهوا لهذا ما فيش فهم مجملات المعاملة للكل فوق دماغ لأي حد بتعامل بالمعروف بتعامل بالمعروف ونحسن ونبر ده ما ربنا علمنا لا ينهاكم الله ده لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم فالمعاملة تكون طيبة إخواننا في الإنسانية وإخواننا في الوطن نتعامل بخير ومعروف وإحسان كمان نبق التدين بالدين ده ما فيش مجملات فننتبه لهذا وندعو إلى الله بالحكمة المعرض الحسن ونجادل بالحسنة زي ما ربنا علمنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باللتي هي أحسن الله أجادلهم باللتي هي أحسن في إيه فيما ينكرونهم من عقيدتنا فلننتبه وبنجدهم لمصلحتهم ليس إلا مش عزين منهم حاجة فقط لمصلحتهم ونقيم ما أوجب الله علينا أدعو إلى سبيل ربك مش ده واجبنا ده واجبنا مش خروج عن الواجب ولا حاجة ولا زيادة عن الواجب ولا إذاء لحد اللي بيستجيب فوق دماغنا أهل وما سهلان فذكر إنما أنت مذكر لست على يبا مصيطة ما استجيبش فوق دماغنا أخونا وحبيبنا ومعنا نعيش معنا لاش مشكلة إنما نعمل الموضوع كده يعني سداح مداح وكله داخل الجنة وكله ما فيش كلام ده أخوان انتبهوا لهذا بارك الله فيكم إن المسلمين والمسلمات ويدخل في الإسلام كما قلت من أقر بالشهادتين وبالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج طيب ممكن المسلم ده يقول أنا مسلم وبشهد ألا الله وأن محمد رسول الله لكن ما يعرفش حاجة عن سنة النبي جاهل أو متعمد أو عارف ما بيعملش مثلا يعني طيب بيقول إن فيه صلاة بس ما بصليش فيه زكا بيخل بماله ما زكاش فيه صيام بيكر آه أنا عارف إن فيه رمضان بس ما صامش عارف إن فيه حاجة وصحتك ويسى وعندي فلوس بس مش حاج مثلا يعني هنقدر نخرجه من دائرة الإسلام لا بقول لك بوضوح لا أستطيع أنا ولا غيري أن نخرج أحدا من الإسلام وقد أقر بالشهادتين وبالصلاة والزكاة والصوم والحج مسلم تكسل عن حاجة من دول أو بخل أو ضعفت نفسه ولم يؤدي شيئا من هذا يبقى عاصي مسلم عاصي يخش النار عشان ما صلاش عشان ما زكاش عشان ما صامش عشان ما حجش أمره إلى الله ربنا توعده بالنار أتوعده بالنار طبعا لكن هل هيغفر له وهيسمحه ولا هيدخله النار يتمحص وبعدين يخرجه مش بتاعتي بقى أمره إلى الله بس أنا بقوله بحذر خلي بالكو يا أخوان ده أنا مش أصلي عامل زي الكافر وده معنى العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني كفر يعني عمل عمل عظيم يشبه عمل الكفر أو هو قريب للكفر فانتبهوا فممكن نخش النار بسبب كده ها يدخل النار بسبب كده إلا أن يعفو الله جبنا من إلا أن يعفو الله دي من قول ربي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى لمن يشاء ممن إيه وحد وحد يعني إيه مكترنين ببعض لا إله إلا الله محمد رسول الله مفيش لا إله إلا الله محمد رسول الله مفيش مغفرة وده مش تقلع على الله لو ما قلتش كده أبقى بكذب على الله شفت الخطورة إزاي شفت الخطورة إزاي فلما يجي واحد بيقول محمد مش نبي وقل له انت هتخش الجنة وجاز ربنا يغفر لك أنا بكذب على ربنا لأن ربنا قال لي غير كده ما تقول لي ما أنت ما أنتش عارف يا سالم ده أنت بشر لا رحت ولا جيت طبعا أنا بشر لا رحت ولا جيت بس ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى أخي المسلم اللي أقر بالشهدتين وبالصلة وبالذكر وبالصم وبالحج حتى لو ما صلاش ممكن ربنا يغفر له إنما وهو عايش في الدنيا بقول له خلي بالك ده أنت لو ما صلتش هتخش النار طبعا هقول له كده بس ممكن ربنا يغفر له آه ممكن ربنا يغفر له طب اللي ما وحدش ده وما أقرش بوحدانية الله وبنبوة سيدنا محمد رسول الله ده ممكن ربنا يغفر له ونقول له لا لأن ربنا قال لا أنا أنا هقول له ربنا إنت قلت مش هتغفر له بس أنا بقول ممكن تغفر له هو ربنا قال لا يبقى لا يعني أنا مش فاهم بجد يعني وهو ربنا قال لا إن الله لا يغفره أن يسرع كبير خلاص سكرا أنا هقول لا أصل ربنا أنا ما عرف شي ما ربنا عرفني هفتري أستغفر الله إن المسلمين والمسلمات طيب